الكل هذه الأيام يشعر بقلق وبخوف كبير على مستقبل العراق وعلى القادم من الأيام وما تحمله من خفايا وخبايا يخطط لها أشرار لا يهمهم أبداً أن يستقر العراق هؤلاء الأشرار دائماً ما يفكرون أن يضع العراق في منطقة حرجة أو في مأزق أو أن ينتدبوا أحداً للضغط عليه أو يتعاملوا مع طرف من أجل أن يكون العراق غير مستقر آمناً وغير آمناً سياسياً واقتصادياً وحتى اجتباعياً والغاية من هذا أنهم حتى يصلوا إلى مبتغاهم وإلى وجودهم في السلطة لذلك هم الآن يسرعون الخطأ بالخطوات والخطأ من أجل إدامة الفوضى وصناعة الفوضى والعمل في ظل هذه الفوضى لأنهم يدركون تمام الإدراك أن المرحلة في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تكون خارج نطاق سيطرتهم لأن تشرين وثوار تشرين والشعب صراحة أصبح كله تشرين الناس كلهم تشرينيون لأنه كل واحد يرفض الظلم ويرفض التعسف ويرفض العقلية والمنهجية السياسية التي تدير البلد وتحكم البلد ويرفض الفساد هو تشريني بامتياز لذلك حاولوا دائما أن يطفئوا هذه الشرارة لكن هذه الشرارة تحولت إلى كتلة كبيرة تتدحرج وتكبر 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 وكلما تكبر وكلما تتدحرج يكون فيها نذوجا أعلى من الذي قبله وإصرارا على تحقيق مطالب الناس لذلك هذا الأسبوع اللي فات شفنا ما حصل بالناصرية من حريق وهذا الحريق التحقيقات ستثبت والتنبؤات المبنية على وقاع في هذه العملية السياسية تقول أن هذا أمر بفعل فاعل أما إذا كان الأمر بفعل فاعل ومن جهات متنفذة وكما قال المحافظ في هذا البرنامج معي قال هناك شخصيات فقدت امتيازاتها في المحافظة هي المسؤولة على عدم استقرار ذيقار ولم يؤكد أنها مسؤولة عن الحريق لكن أقول عندما تصل القوى والمليشيات والمسلحون والطامحون القذرون للسلطة أن يصلوا من خلال شواء وحرق جماجم الأطفال والنساء والمرضى بكورونا فأعتقد قضية قضية يجب أن نتوقف عندها لنناقش المعطيات لنناقش نحن نتعامل مع من وهل فعلا هذه التحقيقات ستكون نظيفة ونزيهة إلى الحد الذي يمكن أن تعطيك إشارات إلى الذي يخطط له لذلك نحن نقول أن المرحلة المقبلة هي خطيرة جدا لأنه الشياطين يقضين وتتذكرون من قضية الأعظمية والفتنة التي حاولوا أن يبدأوا منها بقضية الصور للاستفزاز حتى ينفجر الوضع الطائفي هنا أو هناك ليستثمر هؤلاء الشاذون هذه القضية ما نسحة بالت الأعظمية ردوا على أبو حنيفة النعمان وردوا على أبو جعفر المنصور يدقونهم دقة لأن يطلبونهم ثارات من هذا الرهان من هذه الصور تقرأ أن الذي يحصل هو يدار ويخطط في الأقبية وفي الكواليس نفسهم الذين وضعوا الصور في الأعظمية ونفسهم الذين أرادوا أن يفجروا أبو جعفر المنصور وأبو حنيفة النعمان هم نفسهم الذي فجروا في الخطيب وهم نفسهم الذين فجروا في مستشفى الحسين وهم نفسهم أنفسهم الآن الذين يقودون هذا المشروع التدميري وخاصة في جنوب العراق لأنهم يريدون أن يقدموا خدمة لداعش لأنه داعش ما استطاع أن يجد قدم له في مناطق الجنوب ولذلك هؤلاء نسخة جديدة من داعش هؤلاء أولاد بررة يمثلون داعش بلباس جديد وتخطيط جديد داعش ينتمي إلى جهة تمول وتسلح وتعطي مال وتعطي فتاوي وهناك من يستثمر في داعش لأن داعش مندقية للإيجار رجالها من التافهون الضالون المنحرفون قطاعي الطرق والسلابون لا ينتمون إلى مذهب ولا ينتمون إلى دين ولا ينتمون إلى عقيدة هناك من يريد للجنوب أن يحترق هناك من يمنون النفس لكي يشتعل الصراع الشيع الشيعي مجددا حتى يحترق الجنوب لأنهم يقاتلون بالإنابة عن طرف آخر ليتربعوا وليحكموا هم على دماء وجماجم العراقيين ولذلك أنا وهذه القلات تحديدا وفي خطاب واضح عندما يكون هناك خطرا ونارا نشعر أنها ستحرق العراقيين لا والله هذا خط حمر والكل لا يساوي لنا شيئا إلا العراق ولذلك هناك من يراهن على أن يحرق النار بسراع شيعي شيعي ولذلك في الجنوب والناس الحكماء من هذه اللحظة يجب أن نفرز الخنادق التي تريد العراق والذين يرتمون من أجل مصالح قذرة بفتاو قذرة بتوجيهات لعينة من شخصيات هزيلة لبست لباس الدين حتى تحرق في ابن الخطيب وحتى تحرق في الحسين تحرق في الحسين